تعرف أنت المحالين إلى التقاعد قبل 2014 جرى تعاملهم بشكل يختلف عن أقرانهم اللي نحالوا إلى التقاعد بعد 2014 هذا يسكن شمل التسكين وهذا ما يشمل التسكين يعني أقصد هذا اللي قبل 2014 وقبل 2013 كلمة الفكرة المتلقعة الفكرة شنو كلمة التسكين يعني يعني استمرات في حد لأدنى يعني أنت شكت عندك خدمة لا والدنيا تشتع لا والدنيا لا عندك يعني خادم البلد بدمك وبروح زين ما بها أي مجال هذا أنت تسكن بالمرحلة الأولى من الدرجة الوظيفية الأقل في قعر السلم أي بالضبط هذه شي تقول المادة المادة 35 أليف من الفقرة ثالثا على أليف من المادة 35 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 يقول يسكن المتقاعدين اللي أحيلوا إلى التقاعد قبل 2014 نزولا لجوه هذا ولا بالمرحلة هل لازم يتعدل القانون لازم يردنا تعديل لا يدق ولا عبالك دقة الحكم مالي المنتخب العراق بلعبت لهم ها هاي ولذلك صار الفارق ما بين محال قبل 2014 نزولا نعم وبينقرين المحال بعد بريك المشرع ليش لجي لهذا التمائز هذا شنو حق الطبقة عن المتقاعدين نعم 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 ولا وإلا ليش مشترا حاقد عن المتقاعدين ليش أنت من تطلق كلمة المساواة زيني ذا حتين على هذا الموضوع أنا حتين على معاناة المتقاعدين عندنا شريحة كل الليش كبيرة المتقاعدين العسكرين عندهم مشكلتين مشكلة لحظة تقتراحيتها يا رقم 1 ما بينه قبله وبعده 2003 وعندنا المشكلة الثانية لما ظلمهم قانون تقاعد العسكرية أولا ثم ظلمهم قانون الموحد ثانيا نعم لما سكن الأعوان الأعوان من رتبة رائد فما تكون على يأخذ 80% من الراتب لإسمي عدل مخصصات فكانت فضيحة كبيرة راتبة أقل من راتبة العالي اجتماعية طالع وخلف الله على رئيس وزراء وقته المالكي يعني تحمل مشغولية أنه يصدر أمر ديواني لمنحهم الراتب الحد لعدنا نعم في القانون تقاعد الموحد المدني نعم زين ولما سألنا كل أعضاء البرلمانية فشون قبلتوا بهذا قالوا والله إحنا ما ندري هم عسكرين كتبوا العسكرين صوتت عليه والله أنا ما شون عن كلام ما بقيت عضو بلجنة معني بالموضوع ما بقيت واحد من أعضاء البرلمانية اللي صوتوا عليه بالإجماع كانت فضيحة كبيرة يا أخوان ليه صوتوا عليه من عميد من مقدم فما فوق ياخذ الراتب اسمه مخصصات من راعد فما دون ياخذ الراتب بدون مخصصات والآن مظلومين وقالوا تقاعد الموحد هذولا ما شون بهالحالة مصحب نعم هسا الرائد أو صعودا نزولا هذا المحال سابقا يختلف عن المحال حاليا في 2014 عجيب مش هذا من بشر وهذا بشر هذا من دولة هذا من غير الدولة هذا الجيش من غير جيش هذا الجيش اسمح لي اسمح لي اقول لك يعني هم مجلس النواب الحقيقة انا قاعدوا يهم باللجنة المالية قاعدتوا يهم صار اجتماعه وحضرت قتلة كان في وقتها رئيس اللجنة المالية دكتور هيتم الجبوري تمام قتلة دكتور لاكو اسمه حسك تعرف وين اي اعرف قتلة دكتور احكي لك احكي لك اذا فعلا انتو يعني تردون تحققون المساواة وتخلون جيش سابق جيش حالي مدر شنو كله سوى لازم تلغون الفقرة ثالثة على اليف من المادة خمسة وثلاثة ما زرت موجودة؟ كانت موجودة قتلة بوجود هاي وشيرون شغلات انشائية بانه يساوى يعاد احتساب قتلة هذه مادة قانونية والقانون حاكم على الجميع اذا مات اللي غاية المادة ترك كل هذا مجرد تصفيد وما تطبق المادة 14 قال لا لازم اللي غاية طويا اللي غاية